أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تمتلك الآن منشآت رياضية طليق بمكانتها وشعبها وأصبح لديها مدينة أولمبية عالمية لاستضافة جميع البطولات والمسابقات الدولية طبقا لمعايير الاتحادات الدولية جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال إعلانه افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما رحب الرئيس السيسي بكل الوفود العربية المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية في بلدهم الثاني مصر شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وحذر الرئيس السيسي خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع مؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلاة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة أصفر عن وقوع شهداء ومصابين كما استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في حي النصر غرب مدينة غزة يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل علام إسرائيلية سقوط صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة على مبنى في مدينة سيردوت بغلاف القطاع يكتمع مجلس الحرب الإسرائيلية اليوم للتوسع في نقاش أفكار جديدة بشأن صفقة للمحتجزين وأوضح موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن مناقشات مجلس الحرب الداخلية ولا تعني تقديم مقترح جديد للوسطاء بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إمكانية صدور مذاكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بن يمين نيتانياهو وزير الدفاع أفكارلنت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هالفي وأوضحت مصادر أعلام إسرائيلية أنه في إطار المناقشة جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة بما في ذلك شن حملة سياسية على المستوى الدولي ضدها وممارسة ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية للتدخل في العمر تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارى القدس المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين وخلال التظاهرة وقعت اشتباكات مع نصر الشرطة الإسرائيلية كما طالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياه لفشله في تحقيق أهدف الحرب توصلت الاحتجاجات داخل جامعات أمريكية عدة تنديداً بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية بأنها مروعة قائلاً إنها يجب أن تتوقف تبدلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود وأعلن حزب الله أنه استهدف موقع رئيسات العالم في تلال كافرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية كما استهدف مستوطنة شميرا بعشرات صواريخ الكاتشوة وذلك في إطار الرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الكرة الجنوبية